قال وزير التنمية المحلية هشام أمناء أن عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وغرف عمليات المحافظات للتعامل مع أي أزمة واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمة مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات للتعامل مع حالة التقصي غير المستقر التي تشهدها البلاد كان أمناء تلقى تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التي تقوم بها عدة محافظات للتعامل مع الأمطار التي تعرضت لها جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون المحافظات على أهبة الاستعداد في التعامل مع موجة التقصي غير المستقر وانتشار الفرق الخاصة للتدخل الفوري حال سقوط الأمطار